السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سأشرح موضوع مهم جدا جدا في البرمجة قد يطرح عليك سؤال ما الفرق بين اللغات البرمجية والسكريبتينغ لانجوج يعني اللغات النصية والماركاب لانجوج يعني اللغات الترميزية قد يطرح عليك هذا السؤال وتطرحه الشركات كثيرا لأي شخص يريد العمل مع تلك الشركة أول شيء ما هي البروغرامينغ لانجوج هي اللغات البرمجة أي لغة ممكن أن تبرمج بها يعني دوال وأن ممكن أن تقوم بحل بها عمليات ومشاكل يعني ممكن أن تضع بها خوارزمية لحل مشكلة معينة وهذه الأمور فهي تسمى لغة برمجية جيد داخل البروغرامينغ لانجوج يعني أو اللغات البرمجة نجد قسمين نزيد لغة لغات عالية المستوى ولغات منخفضة المستوى يعني height level وhard level يعني height level وhard level لكن في نفس الوقت نجد كذلك نوعان من اللغات البرمجية وهي لغات تحتاج إلى مفسر interpreter ولغات تحتاج إلى مترجم compiler اللغات التي تحتاج إلى المفسر هي التي تسمى scripting language أو اللغات النصية يعني خطأ جدا أن يقول لك شخص ما الفرق بين البروغرامينغ لانجوج والسكريبتينغ لانجوج لا يوجد فرق بل أن scripting language هي قسم داخل البروغرامينغ لانجوج يعني اللغات البرمجة هي المجال الكبير وبداخلي نجد قسم خاص باللغات النصية أو scripting language يعني لا يوجد فرق بل أن scripting language هي بداخل البروغرامينغ لانجوج وقسم من أقسام البروغرامينغ لانجوج وقلنا بأن scripting language هي تحتاج إلى مفسر interpreter وتوجد لغات أخرى تحتاج إلى الكمبيلر السؤال الصحيح هو ما الفرق بين البروغرامينغ لانجوج والماركاب لانجوج كما شرحت في القناة الماركاب لانجوج هي اللغة الترميزية لا نقوم بالبرمجة بها بل فقط هيكلية خاصة بالتصميم مثل لغة HTML لغة XNL لغة CSS لا يمكن أن تقوم بوضع دوال وحل عمليات بهذه اللغات يعني هذه هي الماركاب لانجوج بسهولة والبروغرامينغ لانجوج هي أي لغة ممكن أن تحل بها مشكل برمجية أن تضع بها خوارزمية مثل أي لغة C++ C Sharp Java C أي لغة أي لغة برمجية لكن نجد لغات اسمها scripting language وهي تحتاج إلى interpreter يعني إلى مفسر هنا سنجد مثل لغة Python لغة JavaScript لغة PHP ولغة Arabic يعني هذه هي اللغة scripting language الآن سنتعرف على الفرق أوكي اللغات التي تحتاج إلى المترجم من الكمبيلر مثل لغة Java لغة C Sharp لغة C++ والكمبيلر هو يقوم بتحويل الكود كاملا أوكي يعني حين تقوم بكتابة مثلا أكواد بلغة Java فالكمبيلر يقوم بتحويل يعني الكود كاملا ثم يقوم بتحويله ثم يقوم بإعطائك الأوتبوت أو النتيجة أوكي عكس اللغات التي تحتاج لمفسر interpreter مثل PHP Python JavaScript فهي تحتاج لمفسر المفسر هو عكس لكمبيلر يعني يقوم كذلك بترجمة الكود إلى لغة الآلة لكنه يقوم بترجمة سطر 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 أوكي يعني نفترض أنه قام بترجمة السطر الأول يعني لم يجد خطأ سيعطيك النتيجة انتقال إلى السطر الثاني لكنه وجد خطأ لن يكمل ترجمة سيتوقف عند السطر الثاني ويجب أن تصلح الخطأ في السطر الثاني حتى يكمل يعني ترجمة الكود أو تشغيل الكود عكس لكمبيلر فهو يقوم ب يعني بترجمة السطر الأول إذا كان صحيحا يعطيك النتيجة ثم يقوم بترجمة الكود السطر الثاني إذا وجد فيه خطأ يعطيك نوع الخطأ وهذه الأمور ثم ينتقل أوتوماتيكيا إلى السطر الثالث لا يتوقف ينتقل إلى السطر الثالث يعني هذا هو الفرق بين scripting language هي لغات يعني مفسرة يعني أو تحتاج إلى المفسر interpreter مثل إذا قمت بكسابة سكريبت ببيثون وكان بخطأ سيتوقف القود عند الخطأ نفس الشيء مع PHP نفس الشيء مع JavaScript عكس مثلا C Sharp أو Java إذا قمت بكسابة سكريبت فهو يتحول أوتوماتيكيا يعني إلى النتيجة ثم يعطيك الأخطأ التي لدي أوكي يعني هذا هو الفرق أوكي أتمنى أني نلعجبكم هذا الفيديو ولا تنسوا الاشتراك وشكرا لكم